كشف استطلاع عن التحديات المتزايدة التي تواجه الأسر في النمسا بسبب التضخم حيث يشير استطلاع منصة المقارنة دورش بليكر إلى انخفاض دخل ثلاثة أربع الأسر في النصف الأول من العام وأظهر الاستطلاع زيادة تكاليف المعيشة حيث أفاد 58% بزيادة التكاليفهم الثابتة بشكل كبير فيما يضطر 34% للجوء إلى احتياطاتهم المالية لتغطية المصاريف و 17% يلجأون للاقتراض ويعبر 60% عن قلقهم المستمر بشأن المستقبل وتتفاوت الأوضاع بين الولايات حيث تعتبر ولاية بورغلاند الأكثر تأثرا بتراجع القدرة الشرائية بينما تظهر ولايتي فورالبيرغ وكيرتين أداء أفضل